السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا رب تكونوا بألف خير النهاردة هكلمكم عن ألم براون المزيل لشعر الوجه وهقول لكم مميزاته وهقول لكم كمان عيوبه بمنتهى الصدق والصراحة مبدئيا دي العلبة بتاعت الألم الألم بيجي في العلبة دي ده الألم الأصلي أنا جايباه بألف وسبعمائة جنيه من حوالي شهرين أنا مش عارفة بصراحة سعره كام حاليا هكلمكم عن كل حاجة فيه بمنتهى الصراحة أولا هو بيجي الألم ده بيجي بكذا إصدار الإصدار ده بيبقى ليه كود أو ليه رقم معين ده الرقم بتاعه 830 تمام ده الإصدار اللي أنا جبته أنا ليه جبت الألم النوع ده لأن الألم ده معاه مراية مضيئة حلوة جدا مكبرة بتبين كل الشعر الرفيع أو الصغير عشان نقدر نتخلص منه بالألم تمام هنفتح طبعاً الألم مع بعض وهنشوف جواه إيه وهنعرف مميزاته إيه وكمان عيوبه إيه مبدئياً دي العيبة بتاعته شكلها عامل كده وبيجي معاه كتاب بس الكتاب مكتوب بلغات مختلفة عن اللغة العربية وكمان معاه ورقة تانية فيها الإصدارات بتاعت براون زي ما انتوا شايفين كده بصوا هنا دي إصدارات براون الموزيلر الشعر الإصدارات كلها اللي نزلت تمام طبعاً بيوريكم المكونات بتاعتها إيه؟ إنه هي بتيجي معاها بعض الفرش طبعاً الفرش دي كل فرشة لها استخدام واحدة للتنظيف العميق للبشرة واحدة للتنظيف الخفيف واحدة كمان للمساج يعني الفرش بتبقى كل واحدة مختلفة عن التانية طبعاً ده الكتالوج أو الكتاب بتاع التعليمات طبعاً هو بيبقى معظمه باللغات مختلفة يعني آخر صفحة بس هي اللي مكتوب فيها بس إيه؟ المواصفات بتاعت الألم طبعاً الألم ده صناع صيني آآ ولكن هو أصلي آآ هو بيجي كمان أحياناً مع إصدار آآ من إصدارات براون ودي كمان آآ دي كل الإصدارات بتاعة الألم يعني 810 و 820 821 830 31 32 51 51 وكمان 52 كل واحد من دول لمواصفات معينة تمام؟ آآ كل واحد بيشوف بقى حسب استخداماته بيجيب على أساسها الإصدار اللي هو عايزه تمام؟ آآ زي ما قلتلكم في إصدار معين من براونس الكافيل ناين آآ بيجي معاه الألم ده هدية آآ زي ما انتو شايفين الشنطة دي هي أول ملحق بيجي مع الألم آآ شنطة مميزة جداً عليها البراند بتاع براون وطبعاً آآ بيجي طبعاً ده الألم نفسه الألم آآ شكله حلو سالس جداً في المسكة بتاعته آآ الغطى بتاعه ده بيجي إما باللون الفضي أو باللون الدهبي حسب كل إصدار الألم مكتوب عليه لكن الدزاين آآ آآ الماني آآ زي ما انتو شايفين المواصفات هي مكتوبة وراه ان هو صناعة آآ صيني وكمان شوية تعليمات كده مكتوبة والجزء آآ اللي من تحت ده آآ هقول لكم بيتفتح ازاي عشان تغيروا الحجارة بتاعته او آآ يعني لما تفضت آآ تحطوا واحدة مكانها زي ما انتو شايفين الألم هنا بيجي معاه آآ ملقطين صفين ملاقيت كده عايز اقول لكم القلم ده آآ عملي جدا 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 آآ لشعر الواجه وكمان آآ احيانا في شعر عند السوابع كده آآ بيبقى رفيع تقدروا تستخدموه برضو آآ بيشيلوا بيشيل شعر صغير جدا جدا يعني بيشيل كل آآ الشعر الرفيع سواء الشعر الوبري اللي بيبقى في البشرة او الاطول منه كمان او حتى الشعر الغزير بتاع البشرة تمام آآ صفين الملاقيت دول آآ عايزة اقول لك انا شوفت ريفيوهات كتيرة بتقول ان هو مش عملي وان هو مش حلو ان هو مش بيشيل حاجة لا بالعكس تماما 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 كل اللي جابه آآ هيتبسط جدا منه هو عملي جدا جدا آآ زي ما انتو شايفين هو بيتفتح آآ بسهولة جدا وبتستخدموه طبعا دي الفرشة بعد ما بتخلصوا بتنظفوا الجزء بتاع الملاقيت بالشكل ده وفي نهاية الفرشة كده في جزء بيبقى آآ مبطط شوية آآ هوريهولكو دلوقتي بصوا آآ الفرشة فيها الجزء ده الجزء ده مبطط كده ده الجزء اللي بنفتح به الغطى بتاع القلم من تحت عشان نغير الحجر بتبدأوا تلفوا كده ناحية اليسار تمام الفلفة كده تمام وهتفتحوا ده الجزء اللي بيتركب فيه طبعا الحجر بس عايز اقول لكم آآ لازم تستخدموا حجر قوي يعني بطارية تكون آآ قوية مش بطاريات من اللي هي اي كلام آآ البطارية دي بتقعد معيكو شهر آآ وعلى حسب استخدامكو يعني لو لو انتو بتستخدموه كتير مثلا آآ مرتين في الأسبوع مثلا آآ ممكن ما تقعدش ما تكملش معيكو الشهر وده طبعا عيب من عيوب القلم ده آآ هو تقريبا العيب الوحيد فيه ان هو آآ البطارية بتاعته آآ مش آآ ما بتبقاش يعني مش بتطول قوي وكمان مش بيش شحن يعني هو مش بيش شحن تقدروا تستخدموا البطاريات اللي هي اللي بتتشحن عادي ما فيش مشكلة آآ الملحق ده كمان بيجي مع مع الألم دي مراية آآ مكبرة آآ المراية دي طبعا فيها كشاف بيجيب اصغر آآ شعراية في الوش هتستغربه جدا جدا من التفاصيل الدقيقة جدا اللي هي آآ هتبان لما تبصوا في المراية دي بس اروحة لوحد شاف عيوب واشرته ومش طبعية المراية دي مميزة جدا جدا ويمكن هو ده اللي مخلي سعر الآلم غالي لان المراية دي آآ مراية قيمة وآآ وانا شايفها يعني عملية جدا جدا بيجي كمان معي الملحق ده آآ طبعا انا جايبة انا مش محتاجة آآ اكتر من كده في الفرش لان انا آآ عندي آآ براونس الكابيل ناين اصلا معيها كزا فرشة معاها فرشتين وبيضة آآ طبعا الفرشة بتتركبوا منتهى سهولة بتخلعوا بس الجزء بتاع الالم او بتفكوه وبتبدأوا تدخلوا دي بس آآ بالراحة الاول شوفوا بس الاتجاه بتاعها وبعد كده آآ هتخش بمنتهى السهولة اهي زي ما انتم شايفين وبتبدأوا الزرار ده بيتحكم آآ في لف الشافرة او الفرشة يمين او شمال آآ ولو الالم برضو آآ بتستخدموه تقدروا تتحكموا في اتجاه الشعراية آآ من الزرار ده يعني آآ اتجاه الشعراية بتشوفوه لو جاي كده بتشغلوه آآ الزرار عكس اتجاه الشعراية تمام فهمتوا الفكرة الغطا بيبقى فيه جزء كده من جوه زي فون كده او حاجة عشان يحمي الآلم آآ من استضامات او من الخدوش او كده تمام آآ بيجي معاه آآ حجر تاني يعني هو بيجي حجر جواه وبيجي حجر آآ تاني معاه او بطارية زي ما حضراتكو تحبوا آآ زي ما انتو شايفين البطارية ده النوع بتاعها عشان لو حابين تستخدموا آآ الالم ده او تشتروا الالم انا شايفاها عملي جدا جدا ومش هتندموا ان انتو جبتوه آآ يمكن ناس تشوفوا ان هو سعره غالي شوية بس هو بصراحة غناني كتير جدا جدا عن الفتلة اللي بتعمل خطوط آآ في الوش وبتعمل آآ آآ تجعيد آآ يعني بصراحة هو ده يعتبر آآ عمل جدا جدا معايا ومع اي بنوتة او اي مدام او يعني آآ البنات عمتا يعني بناتنا كلنا لازم آآ نهتم بيهم ونجيب لهم آآ الحاجات بقى للتكنولوجيا الحديثة بقى دي وكده ونزبطهم يعني شوية آآ اتمنى كون قدرت افتكوا بالفيديو ده وان شاء الله لو عجبكم متنسوش تدعموني باللايك وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد واستلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة